تؤمن مملكة البحرين دوما بأهمية دور المنظومة التعليمية في غرس القيم الإنسانية النبيلة وجعلها ثقافة وممارسة في حياة الطلبة وهذا ما حرصت عليه وزارة التربية وتعليم من خلال مناهجها الدراسية هذه القيم بالفعل أصبحت اللغة التي يتحدث بها الطلبة اليوم وهذا ما لمسه قدسة باب الفاتيكان وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف خلال لقائهما بشباب البحر في ظل ما تعيشه مملكة البحرين من مناخ يتسم ويتميز بمبادئ قائمة على التعايش السلمي وقبول الآخر دون النظر إلى العرق أو المذهب تبرز مكامن التأكيد على ما يتفق الجميع عليه في أرض السلام من قيم إنسانية وآخوية كانت وما زالت البحرين تحرص على غرسه وتعزيزه في نفوس وعقول أبنائها رغبة منها في أن تصبح المبادئ الإنسانية هي اللغة التي يتحدث بها الجميع وعلى أن تكون الثقافة هي المنارة التي يستدلون من خلالها ثمار التعايش السلمي والحوار وبشكل يتصل مع ما سبق ذكره رعت المنظومة التعليمية برؤى واثقة وجديرة تتبناها وزارة التربية والتعليم ثقافة التعايش السلمي والحوار في المناهج الدراسية حتى زرعتها وعززتها في نفوس الطلبة منذ السقر وهذا ما أكدت عليه زيارة قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان لمدرسة القلب المقدس ولقاء فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف بشباب البحرين بحضور اسم الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب وما لمسوه من التقاء في الحوار بين مختلف الثقافات والأديان محطات مختلفة كان ضيوف المملكة المرحبة بهم وعبر تكريمهم بسمو الدعوة وحفاوة الاستغبال مما رسموا أجمل الانطباع على ما تتمتع به مملكة البحرين من صور تعكس روح الأخوة بين الجميع باعتبارها عرض السلام فبيئة الخلود ومن خلال المناهج الدراسية والعنشطة الطلابية تتبنى الدور الذي يحث وينادي بحتمية ترسيخ روح التعايش لبناء المواطن الصالح طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيو البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر